اشتركوا في القناة الممتاز المصري الكرد القدر عودة مرة اخرى للنادي الاهلي في المسابقة المحلية بعد ما خلاص بقى الحمد لله رب العالمين وصلنا للدور النهائي وانجاز تاريخي انجاز تاريخي ما يحققوش غير النادي الاهلي الوصول لنهاية البطولة الافريقية لخامس سنة على التوالي وان شاء الله البطولة باذن الله تبقى للنادي الاهلي طبعا الحمد لله رب العالمين المهمة تمت بنجاح تخطي عقبة مازينبي في الدور قبل النهائي ومحقق مكسب كبير جدا 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 في الدور قبل النهائي خلي بالحضراتكم احنا بنتكلم على الادوار النهائية الادوار النهائية بيبقى دائما دائما الفرق واحد ده تنبق كتير قوي لما بينك وبنخص من فرق اتنين انما تكسب تتعادل هناك وتكسب على ارضك بسلاسية نظيفة وبسم الله ما شاء الله اداء ونتيجة ممكن الاداء يكون اختلف شوية شوط الاول مش زي الشوط التاني الشوط التاني كان اقوى كان اسرع الجمهور عمل ملحمة تاريخية نتكلم على النادي الاهلي والانجاز التاريخي لا والجمهور عظم على عظم جمهور النادي الاهلي عظم على عظم ما فيش اروع من كده ما فيش اجمل ولا احلى من كده ما فيش اعظم من كده جمهور النادي الاهلي هو الليعب رقم واحد جمهور النادي الاهلي هو اللي دايما بيصنع الفرق معانا طول عمرنا بنعتمد اعتماد يعني شب كبير جدا 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 على جماهيرنا وجماهيرنا بتبقى دايما في المعادة زي ما شوفنا لوحة جميلة جدا جدا الماتش اللي فات رسمها جمهور النادي الاهلي وعزف كمان مقطوعة لعبة النادي الاهلي في الملعب مقطوعة موسيقية ولا اروع وطلعنا كسبانين 3-0 مكسب كبير مكسب تقيل مكسب يفرح مكسب يفرح مزعل ناس كتير مزعل ناس كتير او ناس تانية بلاش ناس كتير عشان القطرة دايما عندنا مزعل ناس زعلان ليه هو مين اللي زعلان اللي ما بيشجعش النادي الاهلي اللي ما بيحبش النادي الاهلي طب ده انت منظرك وحش قوي يعني بمتتكلمش علهم كلهم طبعا انا متكلم على البعض يعني اللي طلع يتكلم مش هنديهم اكتر من حقهم مش هنعمل لهم قيمة مش هتكلم مش هتكلم على اللي قالوه ومش هتكلم مش هرد عليهم بس هو حضرتك ايه الضرر اللي واقع عليك ايه الضرر اللي واقع عليك لما الكبير وصل لنهاء دوري الأبطال كعاداته في الخمس سنين الأخير وقرب بعون الله بدون معطعة من حصد البطولة إن شاء الله رب العالمين هو ده سيد أسياد إفريقيا بالأرقام بالأرقام وبعد كده لما تيجي تشوف المنافسين بعد النادي الآلي تلاقي اللي بعديه مثلا خمسين ستين في المية فارق البطولات إن ما كانش مية في المية طيب اللي بيتكلموا دول بقى كانوا بيتكلموا ليه هو أصلا حضرك مشارك في البطولة أو يعني الفريق اللي انت بتميل ليه أو بتشجعه مشارك في البطولة طيب انت معترض إن النادي الأهلي خد حقه ما ياما النادي الأهلي تظلم لما ياخد حقه مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات نقول إن الحكم جامله ده عشان خد حقه اللي دايماً بيبقى مهدوم اللي دايماً بيبقى مغلوب على أمره النادي الأهلي بسبب التحكيم لما ناخد حقنا مرة وبالمناسبة السيدة ماريا اللي كانت قاعدة على طرابست الفاربر لو نفتكر حضراتكم مع بعض ماتش اتحاد العاصمة بنالتي كهرباء نفس البنالتي اللي حسب الاتحاد العاصمة وعملت نفسها مش شايفة ساعتها طيب هي هي قاعدت في الدوري الأفريقي ماتش سانداونز لما الجول بتاع سانداونز حرص المربع بتاع سانداونز مش عايز أقول ركب موت بيرثي تاب ولا كأنها شفت حاجة ولا كأنها شفت حاجة في الفار يعني السيدة ماريا دي ظلمانة قبل كده مرتين في بطلتين لما تديني حققنا تبقى جملتنا الهدف غير شرعي بشهادة كل الحكام بشهادة كل خبراء التحكيم ويتلغي عشان لمسة اليد ووضع طبيعي وحاجة طبيعية حتى اللعيب نفسه بتاع مازمبي قالك الكرة جيت في يدي يطلع واحد يقولك لا ده المخرج عمل شغلي في الكرة إذا كان الراجل نفسه اعترف إن الكرة جات في إيده اللعيب نفسه اعترف إن الكرة جات في إيده هو أنت مصري ولا بس بتشجع أي فريق ضد النادي الأهلي وخلاص أي فرقة قدام النادي الأهلي ولما النادي الأهلي يكسب عن قدرة واستحق لا أي حاجة بقى ده النادي الأهلي كسبان بسلاسية بسلاسية وعايز أقول حضراتكم حاجة النادي الأهلي عنده أفضل من كده مئة مرة وطلع كسبان بسلاسية والناس أو بعض اللي هم مش مشجعين النادي الأهلي زعلنين قوي إن النادي الأهلي وصل النهائي فعملين يتكلموا عن أي حاجة وخلاص هو عايز يعمل تريند فحيكلم عن مين حيكلم عن النادي الأهلي الغريبة الغريبة إن اللي بيتكلموا دول هم بيشجعوا النادي منافس للنادي الأهلي النادي المنافس للنادي الأهلي وصل النهائي وربنا يبركله وربنا يبركله لا بيتكلموا عن النادي الأهلي ما زالوا بيتكلموا عن النادي الأهلي يا عم خليك فرقتك وافرح وتبسط أصلا تكلم عن النادي زي ما وحد يقول لك ده النادي الاهلي في كاس العالم النادي الاهلي في كاس العالم هو حد وصل غير النادي الاهلي في كاس العالم الاندية لما تتكلم عن النادي الاهلي في كاس العالم الاندية اللي هيتلعب في امريكا عشرين خمسة وعشرين بتتكلم عليه من دلوقتي بصورة سلبية هو في حد وصل غير النادي الاهلي هو في حد عمل لك تاريخ برا غير النادي الاهلي هو في حد عمل لك انجازات تاريخية برا غير النادي الاهلي ما تجيبوا الارقام ونشوف فيه النادي الاهلي ده فوق كده الوحده في حتة الوحده وبعد كده احنا بنقول منافسين تحت لما تيجي بقى بالارقام هتفوق بحاجات غريبة جدا جدا هاتوا الارقام كلها هاتوا البطولات كلها بص على الدوري والكاس وكاس افريقيا كل البطولات هتلاقي النادي الاهلي بمراحل بمراحل يفوق بيت الاندية بما فيهم المنافسين اللي بيقولوا عليهم منافسين عجبني قوي بس عشان تعرفوا رؤية فلسفة النادي الاهلي